السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث تجاري شعبة شؤون القانونية أهلا وسهلا بكم معاكم أستاذ محمد عرفات إن شاء الله هنشرح النهاردة قانون عقوبات اتكلمنا في الحلقات السابقة عن قانون العقوبات اتكلمنا عن جرائم كتير جدا منها جرائم أمن الدولة سواء كانت اعتداء من جهة الداخل أو من جهة الخارج اتكلمنا على جرائم الرشوة جريمة الرشوة جريمة الاختلاص جريمة الاستلاء جريمة الغدر التربح وبعد كده انتقلنا لجرائم القتل سواء كان قتل عمدي أو قتل عمدي مخفف أو قتل غير عمدي النهاردة إن شاء الله موضوع جديد في الحلقة بتاعتنا اللي هي جرائم الاعتداء على ملكية المال وجرائم الاعتداء على ملكية المال هم تلعج جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمالة إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن السرقة والنصب وهنأجل في الحلقة القادمة إن شاء الله خيانة الأمالة طيب هنبدأ بداية بس كده تعريف جرائم الاعتداء على ملكية المال ايه هي جرائم الاعتداء على ملكية المال هي الجرائم التي يقوم بها الجاني بالاستلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه هنا الجاني بيستولي على مال اي حاجة تقدر بمال يعني اي شيء مش شرط يكون فلوس يعني اولا ما نقول كلمة مال مش شرط ان هي تكون فلوس المال ده اي شيء يقدر بمال أنا ممكن أستولي على العربية ممكن أستولي على تلفزيون على غسل أيام ما يكون اللي أنا هستولي عليه فأي شيء طالما بيقدر بمال بنقول عليه مال طيب ولازم يكون مال منقول لأن جرائم الاعتداء على ملكية المال دي منتكلم على المنقولات وليس العقارات يبقى الاعتداء بيكون على منقول مش عقار العقار اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو الحاجة السبتة زي الأرض زي الشقة زي العمارة لا أنا مليش دعا بجرائم الاعتداء على المال على العقارات اللي ليه علاقة بيها المنقولات فقط لا غير فلما نبص للتعريف هي الجرائم التي يقوم بها الجانب الاستلاء على مال منقول مملوك للغير بالنية تملكه أهم حاجة كمان فيه جرائم الإعداء على أموال تكون الأموال دي تبعتدي على مال مملوك للغير مش ملكي أنا أكيد طبعاً ما حدش بيسرق المال بتاعه أكيد برضه حدش بينصب على نفسه فالجرائم دي بتقع على مال مملوك للغير طيب إيه هي الجرائم؟ قلناهم لهم ثلاثة السرقة والنصب وخيارة الأمانة هنخش بعد كده على بداية جريمة السرقة برضه في الحلقات السابقة تكلمنا على موضوع العكوبات قلنا إن أنا بياخد تعريف الجريمة وبياخد الأرقام بتاعة الجريمة وبياخد العكوبة بتاعة الجريمة وقلنا الأرقام فيه ركنين أسلين موجودين في جميع الجرائم معادة جريمة القتل الغير العمدي الركنين الأسلين دولوا ركن مادي وركن معنوي الركن المادي برضه عشان يبقى الموضوع سهل قوي معنا الركن المادي الفعلي اللي أنا عملته يعني لو جريمة السرقة إيه الفعلي اللي أنا عملته؟ اللي أنا خدت الحاجة بتاعتك خدت التليفون بتاعتك ده ركن مادي اللي هو الفعلي اللي أنا قمت بيه طيب إيه الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي اللي أنا عارف اللي أنا بعمله ده جريمة وعارف إنه ده هو السرقة وعارف إن المال ده مش ملكي ومع ذلك اتجت إرطي إن أنا أاخد المال يبقى هنا احنا قلنا اي عقوبة عندنا تلاحظ فيها ركنين ركن مدي وركن معنوي مع هذا جريمة القتل غير العمدي هو بيقول لك قتل غير عمدي فبالتالي اكيد ما عندناش هنا ايه قصد جنيه اللي هو الركن المعنوي طيب ايه هو بقى تعريف الصارك الاول ايه هو الصارك هو كل من اختلسه منقولا مملوك لغير الصارك ده الشخص اللي بيختلس مال منقول مملوك للايه لغير يعني بيسرق حاجة بتاعة شخص اخر طيب فيه بعد كده تعريف الصارك ايه هي السرقة السرقة هي اختلاص مال منقول مملوك للغير بص احنا قلنا تلات حاجات اختلاص يعني باخد حاجة مال منقول وليس عقار وحنا قلناها من شوية لازم يكون منقولات ولازم تكون ملك الغير مش ملكي لان انا قلت ان ما فيش حد بيسرق المال بتاعه يبقى كده اختلاص مال منقول مملوك للغير وقلنا كلمة مال اي شيء يقدر بمال يعني اي حاجة ليها قيمة طيب فيه بعد كده ارقان جريمة الصاركة ايه الارقان بتاع جريمة الصاركة انا عندي السرقة ليها تلات ارقان فيه ركني ناسين اللي احنا قلنا عليهم الركن المادي اللي هو الفعل اللي انا عملته اللي هو فعل الاختلاص الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي اللي هو العلم والاراضة ان انا على علم باركان الجريمة وعلى علم النيدية الجريمة ومع ذلك اتجت ارطي ان انا اقوم بالجريمة وعندي ركن تالت اللي هو محل الجريمة انا هسرق ايه الشيء اللي انا هسرقه ده اسمه محل الجريمة سرقة العربية يبقى ايه محل الجريمة العربية سرقة النقود اللي معاك الفلوس اللي معاك يبقى إيه محل الجريمة؟ الفلوس اللي معاك سأيما يكون أي حاجة أسرأة بتسمى محل الجريمة يبقى كده أنا عندي تلات أرقام ركن مادي اللي هو قوام الفعل الاختلاص اتنين محل الجريمة وهو المال المنقول المملوك للغير تلاتة ركن معنوي ويتخذ صورة القصد الجنيني فيه بعد كده فعل الاختلاص سناخد بقى ركن وركن ونبتدي نشرحه بشكل مفصل أولا فعل الاختلاص في السرقة اللي هو الركن المادي هو الاستيلاع الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحياز أهم حاجة عشان أقول جريمة سرقة إن أنا خدت الحيازة يعني قالت الحاجة ب fondo لم كانت عندك خليتها عندك دي حاجة الحاجة التانية إن بدون رضاء المالك يعني أهم حاجة شخص المالك ما يكونش موافق لإني لو المالك موافق يبstellيه مش جريمة سرقة يعني لو شخص أعطاني العربية بتاعته مثلا وانا مرضتش أرجعها له دي هنا مش جريمة سرقة ده هنا هنقوله فيه مبعدة وبجريم اتخيانة امانة انما عشان اقول سرقة انا لازم اكون خدت منك الحاجة غصبا عنك بدون اراضة فيه بعد كده عناصر فعل الاختلاص اللي هو الركن المادي ده ليه عنصرين عنصر بيسمى الاستلاء على الحيازة عنصر تاني عدم رضاء المجنع ليه طبعا من التعريف احنا قلناهم يعني احنا قلنا ان اقتلتين دول في التعريف الاستلاء على الحيازة يتحقق بكل حركة اراضية يؤتيها الجاني يكون من شأنها اخراج الشيء من حوزة مالكه وادخله في حيازته هو يعني انا بنقل الحاجة بدلا ما كانت تحت حيازتك انت بنقلها وخليها تحت الحيازة بتاعتي انا فيه بعد كده عدم رضاء المجنع ليه وقلنا طبعا اهم حاجة ما يكونش يعني عشان اقول جريمة سرقة ما يكونش برضاء المجنع ليه يعني ما يكونش المجنع ليه هو اللي يمسلمني الحاجة بقيراته لو كان يسلمها لي بقيراته دي مش جريمة سرقة هتوب بجريمة أخرى فيما بعدها نقول عليها جريمة خيانة الأمانة طيب بعد كده التسليم الذي يمنع من قيوم الاختلاص في السرقة تعال بقى أنا أردت لك عشان أقول جريمة سرقة لازم أكون خدت منك الحاجة غصبا عنك وبدون موافقتك وبدون إرادتك صح كده؟ طيب أمان لو أنت سلمتلي الحاجة وأنا مرجعتهاش ليك هنا جريمة سرقة؟ قلنا لأ طيب إيه هو بقى التسليم ده وتخبيه وخلي بالك لو أنت سلمتلي الحاجة بإرادتك وأنا مرجعتهاش لك هنا مش جريمة سرقة خلاص طيب إيه هو بقى التسليم الذي يمنع من قيوم الاختلاص في السرقة؟ هو نقل إحياسة الشيء إلى الجاني واستلاء الجاني على هذا الشيء لا يعد اختلاسا مثل ما انت سلم مال على سبيل وديعة رحت البنك حطيت فلوس بعد فترة راح أقولي البنك هات الوديعة بتاعت اللي أنا حطيتها عندك اللي ملكش عندي فلوس هنا ينفع نقول جريمة سرقة؟ لأ لأننا اللي مسلم البنك المال بإرادتي خلاص فهنا هيتقال عليها فيما بعد جريمة خيانة الأمانة طيب بس ما ينفعش أقولي أن التسليم يمنع من قيوم الاختلاص أو يمنع من قيوم السرقة إلا إذا كان هناك شروط لازم أن تكون موجودة يعني لازم مثلا تكون سلمتك الحاجة دي بإرادة الشخصية وأنا موافق ما يكونش حد ضغط علي يعني لو في إكراه مثلا حد هددني بالسلاح ولا هات الفلوس اللي معاك لإما مثلا موتك أو عورك في الحالة دي هتبقى جريمة سرقة لأن أنا هنا مش مسلمة بإرادة الشخصية ده أنا مسلمة غصب عني فشروط التسليم الذي يمنع قيوم الاختلاص واحد أن يكون التسليم حاصل عن إرادة معتبرة قانونا خلي بالك لازم أن كمان التسليم يتم من شخص عاقل مش شخص مجنون لو تم التسليم من شخص مجنون يبينه مسلمه بإرادته لأن ده شخص مجنون غير واعل أي شيء اثنين أن يقصد من التسليم نقل الحيازة للمسلم إليه هو أنا هدف إمن التسليم النقل الحيازة على فكل سواء كانت حيازة ناقصة أو حيازة كاملة حيازة كاملة زي مثلا بداله على أساس أنه يشتريها للتمليك يعني يتملكها وحيازة ناقصة زي مثلا بداله زي إيجار أو هينتفع بها ويردها لتاني تمام؟ فهنا أن يقصد بالتسليم عشان يمنع السرقة نقل الحيازة يعني أنا أصلنا بداله ونقل الحيازة رقم ثلاثة أن يكون التسليم صادر من مالك الشيء لازم يكون التسليم صادر من مالك الشيء ذات نفسه ما يكونش من شخص آخر يعني أنا اللي مالك الحاجة العربية بتاعتي أنا فأنا اللي سلمتها لك إنما لو حد آخر هي عربية يخدها وسلمها لك لا هنا تبقى فيه جريمة سرقة لأنها مش ملكه لازم عشان يكون التسليم يمنع من قيوة من الاختلاس يكون التسليم صادر من مالك الشيء فيه بعد كده هناخد أربع أنواع من التسليم هنعرف إيه النوع الذي تكون به السرقة وإنه النوع الذي لا تكون به سرقة أولاً التسليم الخطأ والتسليم الغش والتسليم الالتراري وتسليم المنقلات للخدم والعمال وغيرهم أولاً هنتكلم عن التسليم الخطأ إيه هو التسليم الخطأ ؟ مثل إذا سلم شخصم المدينة الدين لغير الدائن يعني أنا مثلاً نفترض أنا علي ديل الشخص فبدل ما اسلمها للشخص الدائن سلمت لشخص آخر مرضاش رجع عليه هل هنا جريمة سرقة؟ لا طبعا لا تكون هنا جريمة سرقة لأننا المسلمها بإرادتي وأنا اللي أخطأت والخطأ عندي أنا فهنا بالنسبة للشخص الآخر لو خدأ مرضاش رجع علي هنا مش جريمة سرقة لأننا اللي مسلمها بإرادتي الشخصية والخطأ عندي أنا نمر اتنين اللي هو التسليم نتيجة الغش حصل غش زي واحد راكب العربية دفع أجرة مثلا نفترض دفع خمسة جنيه أجرة العربية وهو قاعد قال للسواق ابعت لي باقي المية جنيه السواق ما خدش باله عم جاي مرجع باقي المية جنيه هل هنا دي جريمة سرقة بالنسبة للراكب؟ لا هو مش جريمة سرقة ليه مش جريمة سرقة؟ لأن هنا حصل غش من شخص الراكب ولكن السواق بتاع العربية رجحها بقرطه ورجعها منه أوه وخفي يعني يعتبر أخطأ في الموضوع ورجع الفروس هو مش واخد باله ولكن هنا لا تكون جريمة السرقة بالنسبة للشخص الراكب طيب فيه بعد كده التسليم الإتراري خلي بالك هنا أنا هسلم لك بقى في التسليم الإتراري إيه الحاجة؟ هسلمها لك آه بقرطتي بس أنا مضطر أسلمها لك زي لو أنا مثلا عندي محيل مبيلات وببيع مبيل وإنت هديجي تشتريه طبيعي قبل ما بتشتري التليفون بتاخده وتجربه وتشوف السماعة وتشوف الصوت وتشوف التوتش بتاعه كويس وتشوف كل حاجة بتقلب التليفون كويس جدا صح؟ فطبيعي أنا هسلمه لك تشوف التليفون بل تفت الناحية التانية ببص عليك لقيتك هربت فريت وهربت هنا سرقة؟ طبعا سرقة طب ما أنا اللي مسلمك الحاجة بنفسي؟ آه بس أنا مسلمها لك مضطر أن أنا سلمها لك أنا مسلم يعني أنا هنا مضطر عشان تشتري مني الحاجة لازم أديك الحاجة تجربها لازم أن أديك الحاجة تشوفها صح كده فبالتالي لو أنت أخدتها وهيربت هيبقى اسمه إيه ساركة رغم أن أنا اللي مسلم لك الحاجة يبقى التسليم الاتراري ثلاثة أو أربعة تسليم المنقلات لإلى الخدم والعمال وغيرهم بالنسبة لتسليم يعني أنا مثلا عندي مثلا طباخ في البيت طبيعي أدوات الطهي موجودة تحت إيده تمام أو مثلا عندي سواء العربية طبيعي أن أنا هتدي له مفتاح بتاع العربية والعربية هتفضل تحت تحت إيده كلما نروح مشهور هيجي وصلني صحي كده طيب خد العربية وهرب أنا اللي مسلم المفاتيح ولا مسلم العربية هل هنا تبقى جريم السرع طبعا جريم السرع لأن أنا برضو هنا على فكرة مضطرة سليم هو شغار الشوال أنا دي عندي فطبيعي لأنا هتدي له المفاتيح طبيعي لأنا هتدي له العربية فهو خده وهرب يبقى هنا تكون جريمة السرع يبقى احنا كده قلنا أربع أنواع تسليم الخطأ التسليم بالغش والتسليم الاضطراري والتسليم المنكرات للخدم والعمال وغيرهم قلنا أن تسليم الخطأ تكون بيه جريمة السرع تسليم بالغش تكون بيه جريمة السرع آسف التسليم الخطأ لا تكون بيه جريمة السرع التسليم نتيجة للغش لا تكون بيه السرع تسليم الاضطراري وتسليم المنكرات للخدم والعمال تكون بيهم السرع يبقى اتنين تكون بيهم السرع واتنين لا تكون بيهم جريمة السرع فيه بعد كده محل جريمة السرع تاني الركن من الأرقان عندي في جريمة السرقة محل الجريمة إيه هو محل الجريمة؟ اللي هو موضوع المال المال اللي إنت هتسرقه المال اللي إنت هتاخده أنا أقول لك مال يعني أي شيء يقدر بمال أي حاجة ليها قيمة أي حاجة ليها قيمة يعني مش لازم أنتوا بنقود طيب محل جريمة السرقة يجب أن يكون موضوع السرقة مالا منقولة المملوك للغير الجاني يعني أما حاجة يكون مال منقول مملوك لغير شخص الجاني يعني مش ملك شخص الجاني طيب فيه بعد كده الشروط الواجب توفرها في المال محل الجريمة المال اللي أنا اللي هو مال محل الجريمة دوت أو محل الجريمة لها شروط لازمة أن تكون موجودة زي أن يكون مالاً خلي بقى لك من الإسم بتاعها هتطلع الشروط بتاعتها أن يكون مال أن يكون مال منقول أن يكون مال منقول مملوك للغير بنقول على بعضها أن يكون مال منقول مملوك للغير يبقى أن يكون مال يعني المال هو كل شيء يمكن أن يكون محلاً لحق من الحقوق المالية وقلنا طبعاً يعني أي حاجة تقدر بمال أن يكون المال منقول وليس عقار وعلى ذلك فلا يصلح العقار كمحل اختلاس في السرقة ليه؟ هو أنا هسرق العقار هسرق إيشاء إزاي ولا هسرق الأرض إزاي؟ هو فيه حد يسرق الأرض هخبيها منك إزاي؟ ده حاجة سبتة في مكانها فاستحال أنها تتسرق تمام؟ إنما أنا بسرق المنقول ممكن أسرق منك العربية آه هقدر أخد منك وخبيه في مكان آخر تمام؟ رقم تلاتة أن يكون المال مملوك للغير وليس الملك شخص الجاني يعني أهم حاجة عندي يكون المال ملك الغير فيه بعد كده المال المفقود إيه هو المال؟ بس هناخد برضو ثلاثة أنواع من الأموال زي المال المفقود والكنوز والأصار تعالى دلوقتي المال المفقود زي؟ لو أنا وقت من المحفظة وإنت لقيتها في الشارع خدت المحفظة لو إنت خدتها بنية التملك هنا تعتبر تكبت جريمة سرق لأنه ليس من حقك أصلا أنت المفروض في خلال ثلاثة أيام بتروح تسلمها للشرطة أو بتبحث عن صاحبها لو إنت خدتها وتملكتها بنية التملك تبقى دي جريمة إيه؟ تبقى جريمة سرق يبقى المال المفقود تكون بيه جريمة سرق آه تكون بيه جريمة سرق طالما عندك النية التملك خلاص؟ فيه بعد كده الكنوز الكنز عندك كتعة أرض بتفحت عشان تبني فبتفحت الأرض لقيت فيها كنز الكنز زي دهب مثلا يعني إيه الدهب موجود فيها؟ نقدر نسبة الدهب ده ميل كمين؟ لا فبالتالي صاحب هذا يعني صاحب الأرض يبقى هو صاحب إيه؟ الكنز دوت هي تلك وعلى فكرة لا تكون بيجريمة سرق يعني لو أنت خدت هذا الكنز لا تكون بيجريمة إيه؟ السرق هي تلك الأموال التي يعصر عليها مدفونة في باطل الأرض ولا يستطيع أحد أن يثبت ملكياته لها وتقول ملكياتها لمالك العكار الذي يوجد فيه الكنز طب بعد كده الآثار بفحت في الأرض لقيت فيها آثار الآثار دي حاجة تاريخية يعني حاجة لها قيمة تاريخية كالتمثيل والنقوش اللي ترجع للعود القديمة حاجة طبيعي التلقائي بتبقى ملك الدولة فبالتالي لو أنت خدت الآثار ديات وتملكتها هتعتبر تكابت جريمة سرق يبقى احنا كده قلنا ثلاث حاجات المال المفقود زي اللي فقط محفظته لو أنا خدت المال المفقود لقيت محفظة في الشرق واختتها يبقى ارتكبت جريمة سرق الآثار لو أنا بفحت في الأرض ولقيت فيها آثار واختتها تقوم بي جريمة السرق لأنها ملك الدولة أصلا الكنز لو أنا بفحت في الأرض بتاعتي ولقيت فيها كنز وتملكتها لا تقوم بي جريمة السرق لأنها بتكون ملكي أنا طيب ما لا يعدي مال مملوك للغير أنا قلت عشان تقوم جريمة السرق لازم أن يكون المال مملوك للغير عشان تكون جريمة السرقة ولكن هنا في عندي 3 أموال لو أنا أخدتهم لا تكون بهم جريمة السرقة يعني لو أنا خدت المال ده مش سرقة زي الأموال المباحة والانشرحها كمان شوية الاستلاء الشخص على مال مملوك له الاشياء المتروكة والمهملة ندي مثال بس لكل واحدة فيهم كده أولاً الأموال المباحة المال المباح زي مثال بسيط السمك اللي في البحر لو أنا أخدت我是�нارة وروح تستاط السمك اللي في البحر دي جريمة سرقة؟ لا هو المال دوت مش مباح لكل يبقى لو أنا أخدت السمك ده مش جريمة سرقة بس طبعا مش هروح أخذه من محل وقاح بتاع أسماك لا ساعدت تكون جريمة سرقة إنما أنا قلت رحت باستضم البحر فده مال مباح لأي حد اتنين استلاق الشخص على مال مملوك له هو المال لو ملكي سرقة؟ يعني لو أنا مثلا حدت وضيع في البنك وروح تخدت الوضيع دي سرقة؟ لا دي فلوسي لو أنا مثلا عندي واحد عندي مثلا محل وفي واحد هو اللي قاعد على الخزنة دخلت أنا وخدت الفلوس اللي على الخزنة دي سرقة؟ برضو بالسرقة لأن دي حكتي أنا تلاتة الأشياء المطروكة أو المهملة زي مثلا واحد جاب موبايل جديد وكان مع موبايل قديم الرمى الموبايل القديم لما لقاه أنا لقيته في الشرع خط التليفون دي سرقة؟ أكيد لا طبعا لأن دوات ايه؟ مال مطروك أو مهمل يبقى كده التلات أموال دول لا تقوم بيهم جريمة السرقة فبناخد أول حاجة الأموال المباحة هي تلك الأموال التي لاي مالك لها والتي يمكن تملكها بوضع اليد إيه عليها أما الأشياء المطروكة والمهملة تلك الأشياء التي يتركها أصحابها بنية التخلي عن ملكيتها فتصبح غير مملوكة إيه لأحد فيه بعد كده وتأخذ الأشياء المطروكة طبعا حكم خلي بالك الأشياء المطروكة بتأخذ نفس حكم الأموال المباحة الاتنين زي بعض أي حد هيحط إيده عليها الأول طبا ملكه هو بعد كده حالات وجوع جريمة السرقة على المالك على ماله أنا قلت من شوية من دمن الأموال التي لا تعتبر ملكي الغير قلنا الأموال المباحة وقلنا المال المملوك للشخص ذات نفسه وقلنا الأموال المطروكة أو المهملة طب فيه ينفع أسرق مالي المفروض لا أنا قلت لك الأموال يعني مفيش حد يسرق المال بتاعه ولكن القانون قال هناك ثلاث حالات أو ثلاث نوات عندها نتكلم عنهم يجوز أن الشخص أو ممكن الشخص لو خد هذه الأموال يعتبر ارتكب جريمة سرقة زي؟ على ماله على فكرة يعني هو ماله وخده تعتبر جريمة سرقة ما أنت لسه إيلي من شوية لا؟ هقول لك الثلاث حالات هتعرف ساعتها أنها فعلا تكون بهم جريمة سرقة واحد اختلاص المالك لأشياء المحجوزة عليها قضائيا أو درئيا المحكمة حجزت على العربية بتاعتي ينفع أخذ العربية وتصرف فيها لو خدت العربية وتصرفت فيها فيها يبقى اعتبر أن أنا ارتكبت جريمة سرقة طالما مال محجوز عليه محجوز عليه يعني معناتها المحكمة رفعت هذه الملكية عني بشكل مؤقت لغاية ما تشوف إذا كان ملكي ولا مش ملكي فأنا لو خدت العربية دي رغم أنها محجوز عليها تعتبر أمتي بجريمة سرقة اتنين اختلاص المالك لأشياء المنقولة عليها التي رهناها لدين عليها أنا كان عندي عليها فلوس لواحد فقال أنا مش ضمنك أن أنت تدفع لي فلوس قلت له خلاص هنعمل عقد رهني بيني وبينك وأرهن لك العربية دي خلي العربية عندك رهن لو أنا ما سددش الفلوس اللي عليها خذ العربية تمام؟ أنا بعدما تسلمت العربية روحت خدت العربية جريمة سرقة لأنه دوة مال مرهون ثلاثة إذا قدم المالك للمحكمة أثناء تحقيق قضية سردا ثم قام باختلاص ذلك بأي طريقة أنا قدمت أوراق يعني كان في قضية قدام المحكمة فقدمت أوراق معينة طبيعيا أي حدا ما يرفع أي دعوة بيقدم أوراق معينة لمحكمة سواء بعقود ملكية مستندات كمبيلات أي ما يكون يعني وبعدما قدمتم المحكمة روحت خدتهم بأي طريقة يعني خدتهم من غير ما المحكمة تكون على علم هو وراء آه بس أنا سلمت المحكمة بالمفروض مخدوش لو خدت هذه الأوراق تعتبر تكبت جريمة سرقة يبقى كده عندي ثلاث حالات ممكن المالك يسرق ماله في ثلاث حالات فيه بعد كده الركن المعنوي كده اتكلمنا في الأول عن الركن المادي لجريمة السرقة بعد كده الركن إيه المعنوي لجريمة السرقة الركن المعنوي لجريمة السرقة قلنا جريمة السرقة من الجرائم العمدية خلي بالكوا تلك جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة الجرائم العمدية يقوم على عنصرين العنصر طبعا العلم والإرادة بس الركن المعنى في جريمة السرعة بيقوم على علم الأرض أنا قلت لك العلم عبارة عن إيه إن أنا على علم إن أنا بارتكب جريمة وعلى علم إن المال دوت مش بتاعي وعلى علم لو أنا خدت هذا المال تعتبر جريمة السر ومع ذلك اتجأت إرادتي إن أنا أختلص هذا المال يعني أنا عارف اللي أنا بعمله غلط ومع ذلك بعمله يعني فهنا طبعا طبيعي يكون إيه توفر كل أرقان الجريمة وبالتالي أكون ارتكبت جريمة السر السرقة التمة السرقة التمة هناخد حاجة اسمها السرقة تمة والشروع في السرقة سرقة تمة يعني أنا بدأت كل حاجة في السرقة حضرت لها وتمت واحد تلع الشقة وفتح الباب ودخل على خزنة وخد الفلوس ومشي كده الجريمة اكتمت يبس not سرقة ايه؟ تمة فالسرقة تمة تكون السرقة تمة إذا خرج الجاني أخرج الجاني الشيء من حياثة المجنع وادخله في حياسته بحيث يخضع لسيطرة خدت الفروس وحطيتها في جيبي خلاص كده الجريمة اكتملت طب عندي شروع في السرقة؟ اه وخلي بالك ركز جريمة السرقة وجريمة النصب فيهم شروع أما جريمة خيانة الأمنة ما فيها الشروع يتم يا ما تتمش إنما في السرقة فيها شروع والنصب فيه شروع الشروع في السرقة يتحقق بكل فعل يؤتيه الجاني ويكون صابك على الفعل المادي للجريمة أي إذا بدأ الجاني بفعل الاختلاصات أنا بدأت بس الأرقام ما تمتش وما كملتش يبقى هنا اسمه شروع في السرقة وعلى فكرة ورد بالشروع أتعاقب عليه تمام؟ بس طبعا هيكون الأقوة إيه أخاف طيب فيه بعد كده عقوبة جريمة السرقة قبل ما نخلش على العقوبة بتاع جريمة السرقة خلي بالك أنا عندي نوعين من السرقة فيه سرقة بسيطة وفيه سرقة مشددة مثال بتاع السرقة البسيطة زي أنا مثلا حطيت فلوس على الترابيزة ويدوبك بعمل حاجة كده واحد لقاها بالصدفة قدامه أم جاي واخدها حطها في جيبه دي اسمها سرقة بسيطة لأنه ما كانش محضر ليها وأنا كمان سايبها بالصدفة أما السرقة المشددة ففيها حالات تجديد أولا ما لقى الحالات دي موجودة هنعرف أن هي سرقة مشددة وفيه حالات بتشدد جريمة السرقة وبيتخليها جنحة بتبقى على وصفها جنحة وفيه حالات بتشدد جريمة السرقة وتخليها جناية يعني مرة ممكن أقول جنحة سرقة ومرة ممكن أقول جناية سرقة فيه حالات بتخلينا أقول جنحة سرقة وفيه حالات بتخلينا أقول جناية سرقة خليبك بزروف التشديد دي زي اللي احنا قلنا عليها في جرائم القتل زي مرضو احنا قلنا فيه قتل عمدي بسيط وفيه قتل عندي مشدد القتل العمدي المشدد زي مثلا لو كان فيه سبك إسرار أو فيه ترصد أو فيه قتل بالسم أو قتل جريح الحرب تمام؟ فهنا في السرقة قلنا قسمناها الحاجتين سرقة بسيطة وسرقة مشددة تعالوا ناخد أول حاجة العقوبة بتاعت السرقة البسيطة عقوبة السرقة البسيطة لو الجريمة تمت هيبقى حبس مع الشغل ومدة لا تجاوز سنتين أما لو كان شروع في السرقة حبس مع الشغل ومدة لا تجاوز سنة يبقى لو تمت سنتين لو ما تمتش وكانت شروع هتبقى سنة بس دي السرقة لإيه؟ البسيطة فيه بعد كده عقوبة جريمة السرقة المشددة بس مع بقاء وصفة جنحة دي بقى اللي هي الظروف التشديد اللي أنا أعطي لك السرقة المشددة ممكن تبقى جنحة وممكن تبقى جنية لو كانت جنحة يعني فضل الوضع بتاعتها واللفز بتاعتها وصفة بتاعتها أن هي جنحة يبقى هنا العقوبة بتاعتها حبس لا يقل عن ست شهور ولا يزيد عن سبع سرقة يعني من ست شهور لسبع سنين طيب فيه بقى خلي بقى هناخد بقى بالنسبة لحالات الجناية بتاعت السرقة كل حالة من حالات الجناية بتاعت السرقة لها عقوبة مختلفة على الأخرى طيب ظروف تشديد عقوبة السرقة مع بقاء وصفة جنحة إم تقول إن دي جنحة سرقة وإم تقول عليها جناية سرقة أولا عشان أقول جنحة سرقة عندي ثلاث حاجات أو ثلاث ظروف تشديد واحد السرقات اللي ترتكب في إحدى وسائل النقل واحد تلعي الأوتوبيس وبيسرق إيه واحد يعني بسه ما حاجة يكون تلعي يعني أوتوبيس عربية طيارة أي ما يكون يعني أي وسيل من وسائل النقل سواء كان المائي أو البري أو الجوي تمام وسرق لو خاد الفلوس بيعتبر اسمها جنحة إيه سرقة اتنين السرقات اللي تتحصل في مكان مسكون أو معدل السكن أنا عارف الشقة دي إن فيه ناس قعدة فيها خلتهم مش موجودين مثلا وطلعت بسرقات الفلوس اللي هو الشقة تلاتة السرقات اللي تقع من شخص واحد شخص واحد مش شخصين وبيلك شخص واحد يحمل سلاح ظاهر أو إيه أو مخبأ هنا في الحالة دي تعتبر برضو جنحة سرقة يبقى لو لديت أي حالة من الحالات التلاتة دول يبقى هنا تعتبر إيه جنحة سرقة فيه بعد كده بقى ظروف تجديد عقوبة السرقة مع تغيير وصفها لجناية هنا بقى مش أقول عليها جنحة هقول عليها جناية سرقة إمتى أقول عليها جناية سرقة؟ لو توفرت أي حالة من الأربعة دول واحد جناية السرقة بالإكراه اتنين جناية السرقة في الطرق العمومية طبعا هنشرح ده كله بالتفصيل جناية السرقة ليلا من شخصين نفع أكثر مع حمل السلاح جناية الإيه؟ السطر طيب فيه بعد كده هناخد أولا اللواء جناية السرقة بالإكراه يعني إيه كلمة إكراه؟ الإكراه هو ما يبذل الجاني من أعمال عمف لتعطيل قوة المكومة لدى المجن عليه ابتغاء اتمام السرقة بص بها أنا حيزة عشان أسرق الشخص ده مضطر إن أنا أعمل إكراه عليه إيه الإكراه دوت يكتفه؟ أحطله مثلا أرشله منون خلاص؟ أوقع على الأرض بحيث إن أنا أعرف إيه أسرقه حد معايا تاني يساعدني في الموضوع ويروح جايب مكتف وأنا أسرق هنا اسمه إكراه أنا كده خليت الشخص اللي قدامي مش هيعرف يقومني يعني لو حطيت له أحد منون هيعرف يقومني؟ لا ده كده هعرف يقومني؟ لا ده كده هعرف يقومني بسرعة لو كتفته مثلا هيعرف يقوم؟ أكيد لا طبعا فده اسمه إكراه طيب وهو كله طبعا وسيلة قصرية طاقة على أشخاص لتعطيل قوة المكومة أو إعدامها عندهم تسيرا للإيه؟ للسرعة يعني الهدف بتاعي كله إن أنا ما خليش فيه أي مكومة للشخص المجن عليه بحيث إن أنا أعرف أسرقه فبالتالي هنا بيسمى سرقة بالإكراه أو بيسمى جناية سرقة بالإكراه فيه بعد كده شروط الإكراه بس أنا عشان أقول إن أنا عندي إكراه هناك شروط إيه الشروط؟ تلت شروط لازم أن يكون الإكراه مدي مدي يعني وقع على جسم الإنسان زي كتفت واحد وقعت على الأرض زي مثلا دربت واحد وقعت على الأرض وسلعت زي مثلا كتفت واحد زي حطيت له مثلا من أول زي مثلا لقيت راملة على الأرض ومتجاير رشاشة في عينه فما بقاش شايفني وعرفت أسرقه ساعتها تمام؟ فيه نمر اتنين أن يقع الإكراه على الأشخاص لازم أن يقع الإكراه على شخص وليس أي شيء آخر طيب أنا دخلت الفيلا عشان أسرق أسرق المال اللي موجود جوه الفيلا وأنا داخل لقيت بدم منوم أو قفل تبقو كلام ده كله عشان ما يقدرش يعمل نباح بتاعه والصوت والكلام ده كله هل هنا جريمة سرقة بالإكراه؟ لا طبعا لأن القانون اشترط عشان أقول سرقة بالإكراه لازم أن يقع الإكراه على أشخاص وليس على أي شيء آخر يعني لا يقع الإقراه على الحيوان رقم ثلاثة أن يكون الإكراه بك sort السرقة أنا هدف ايه من السرقة؟ يعني أنا هدف ايه من الإكراه اللي أنا بعمله ده؟ بكتف الشخص ليه؟ عشان أسرق وخلي بالك لازم الإقراح يحصل أثناء السرقة أو قبلها بحاجة بسيطة إنما طبعا ما ينفعش مثلا أسرق وبعد كي أعمل الإقراح دي مش جريم السرقة بالإقراح يعني لو أنا سرقت وبعد كده حصل إقراح مني كتفت الشخص بعد ما سرق لا ده كده مش جناية سرقة بالإقراح عشان أقول جناية سرقة بالإقراح لازم يكون الإقراح تم قبل السرقة بحاجة بسيطة أو أثناء السرقة بتاعتي طيب فيه بعد كده عقوبة جناية السرقة بالإقراح العقوبة بتاعته لأشغال الشقة المؤقتة طيب لو الإقراح ده حصل معاه جرح يعني أثر على جسم الإنسان اتعور مثلا منه الشخص العقوبة قال ممكن توصل لأشغال شقة مؤبدة أو مؤقتة على حسب ما القاضي طبعا سيقدر وقائع الدعوة طيب حالات جناية السرقة في الطرق العمومية تاني حالة من حالات جناية السرقة حالات جناية السرقة في الطرق العمومية الحالات بتاعتها إذا وقعت سرقة من شخص فأكثر وكان أحدهم على الأقل لحامل سلاح ظهر أو مخابعة يعني بس أهم حاجة لازم يكون في طريق عام يعني في طرق عمومية إذا وقعت سرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه إذا وقعت سرقة من شخص واحد يحمل سلاح وكان بذلك ليلا أو بطريق الإكراه بس أهم حاجة في ثلاث حالات دول يكون في طرق عمومية تمام؟ زي مثلا في مدان عام في طريق عام خلاص؟ طيب إيه هو أصلا الطريق العام؟ الطريق العام ده أي طريق مفتوح للناس كلها إنه يقدر يمشي منه وعلى فكرة ممكن كمان يكون مش ملك الدولة بس الطريق العام ده ممكن يكون ملك الأفراد بس الفرد سايب الناس تعد منه عادي فده يطلق عليه ساعتها الطريق عام فهنا ممكن تقع جريمة السرقة في الطرق العمومية تكون مثلا موجود في شارع بتاع شخص معين بس بيسمح للناس إنها تمر منه أو طبعا في أي مكان خاص بالدولة يعني أي طرق من الطرق بتاعة الدولة واحد ممكن ينزل يعني يسرق أي واحد أو يثبت أي واحد في أي مكان هنا تبسمها جريمة السرقة في الطرق العمومية طيب العقوبة بتاعتها طبعا الأشغال الشقة المؤقتة دي كانت تاني حالة التالت حاجة بقا عندي شروع جناية السرقة ليلى من شخصين في أكثر مع حمل السرقة السرقة عندي اسمها اللي هو الجناية السرقة لأنه نحن قلنا كده تلات أربع عندي أربع ظروف تجديد تخلي وصف الجريمة جناية تالت حاجة منهم اللي هي شروع جناية السرقة ليلى من شخصين في أكثر مع حمل السلاح لو بصنا أصلا لإسم الجريمة تطلع منها الشروط بتاعتها هي اسمها جناية السرقة ليلى يبقى لازم أن تتمي باللين من شخصين في أكثر يعني لازم أن يرتكب الجريمة اثنين أو أكثر اثنين تلاتة أربعهم تطالع ماشي زائد أن هي لازمها مع حمل سلاح يعني لازم أن أحد الأشخاص يحمل سلاح يبقى احنا طلعنا الشروط من قلب اسم الجريمة طيب العقوبة بتاعتها اشغال شقة ايه مؤقتة فيه بعد كده جناية السطر عشان اقول جناية سطر ودوات اخر ظرف من ظروف تشديد جريمة السرقة لوصفها جناية جناية بتسمى جناية سطر انا عندي خمس شروط عندي في جناية السطر الخمس شروط لازم ان يتحققوا مع بعض عشان اقول ان دي اسمها جناية سطر الخمسة اللي احنا شايفينه مع الشاشة لازم ان يكونوا ايه موجودين واحد ان تكون السرقة قد حصلت لايلا ذكرنا الحاجات دي قبل كده بس اتلاحظ ان احنا بنزود عليها كل شوية شرط اتنين ان تكون السرقة وكعمل شخصين في اكثر تلاتة ان يوجد مع ساركين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبقة تلاتة ان يكون الساركون قد دخلوا منزلا بواسطة كسر باب او استعمال مفتيح مصطنعة خمسة ان يفعلوا جناية السطر بطريق الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم خلي بالك الخمسة دول احنا اعتبر ذكرينهم قبل كده كل اللي فعل احنا زودنا معهم انهم اتدخلوا المنزل بكسر مثلا الباب او استعمال مفتيح مصطنعة وقلنا برضو ان لازم ان يفعلوا جناية السطر بطريق ايه اكراه او التهديد باستعمال السلاح لو تحققوا الخمسة شرط دول هيطلق عليها جناية السطر طيب ايه العقوبة بتاع جناية السطر اللي هو السجن المؤبت طيب في اخر حاجة عندي في السرقة اسمها السرقة بين الازواج والاصول والفروع لو نفتكر في مادة الاجراءات الجنائية تكلمنا عن ان النيابة العامة هي المفروض اللي بتحرك الدعوة الجنائية ولكن هناك كيود على النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية كانوا تلك كيود منها كان يتوقف تحريك الدعوة الجنائية بنان على تقديم شكوى وبينها جرائم يتوقف فيها برطة تحريك الدعوة الجنائية بنان على طلب ومنها يتوقف تحريك الدعوة الجنائية بناء على إذن كان عندي شكوى وطلب وإذن وقلنا من دمن الشكاوي اللي هي فيه جرائم خاصة بالأزواج لو مثلا حصل سرقة ما بين الأزواج بعضهم البعض أو ما بين الأصل أو الفرع بتاعك يعني أب سرق ابنه أو ابن سرق أبوه أو أخه سرق أخوه أو زوجها سرقت زوجها أو زوج سرق زوجته في الحالة دي لا يجوز للنيابة العامة أن يتحرك الدعوة الجنائية إلا لو تقدم طلب لها لو الشخص اشتكى وروح اشتكى النابس سيتتحرك الدعوة الجنائية يبقى هنا بنقول سرقة بين الأزواج والأصول والفروع لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إدراراً بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجن عليه يعني لازم الشخص المضرور هو اللي يروح يقدم الطلب ما قدمش الطلب يبقى مفعش نحرك الدعوة اتنين للمجن عليه أن يتنازل عند دواع في أي حالة كانت عليها خلي بالك أثناء المحاكمة وأثناء مثل المرافع احنا قلنا أي أضياء بتمر بتلات حاجات مرافعة مدولة نطق بالحكم أنا جيت في المرافعة ممكن روح أتنازل بعد ما قدمت رفعت الدعوة ممكن أثناء ما المرافعة شغالها ممكن أتنازل ممكن أثناء المدولة أتنازل ممكن لما يصدر الحكم أتنازل ما فيهاش مشكلة طالما ما بين الأصول والفروع الفكرة بتاعتها منعا للتفكك الأسري ما طبعا لو أخ رفع دعوة على أخوه أنه سرق وكلام ده كله والمحكامة حكمت عليه وتحبس طبيعي لما يخرج من السجن مش هيبقى فيه علاقة ما بينهم تاني لو الزوج وزوجته طبيعا هيحصل منهم طلاء وهكذا طيب للمجن عليه أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت إيه؟ يا شاعة أنت في أي وقت على فكرة ده ممكن بعد سزور الحكم حتى لو كان حكم نهايبات طالما ما بين الأصول والفروع والأزواج حتى لو صدر حكم نهايبات يجوز التنازل بعد سزور الحكم النهايبات مدامة كانت الجريمة ما بين الأصول والفروع والأزواج ده كده كانت نهاية السرقة جريمة السرقة هنخش بعد كده على الجريمة التانية جريمة النظم جريمة النظم أنا هدي مثال قبل ما نشرح فيها يعني قبل ما نتكلم في موضوع بتاعتها مثال بسيط هيوضح لنا كل حاجة الامثلة في الكتاب كتير جدا انا بحب اقول دايما مثال كده يعني عشان اقدر اوصل المعلومة للطالب وقدر يفهمها بسرعة جريبت النصب مثلا ايه اللي حصل اقولك انا مثلا ببيع ساعات فجيت انت جاي بتشتري مني ساعة فقلتلك على فكرة الساعة اللي في ايدي دي ساعة دهب والماكنة بتاعتها دهب ده انا ممكن اديه لك بألف جنيه تروح انت ببيع عند واحد سايغ ياخد منها الدهب تعمل له عشان تلاف جنيه ده انت هتكسب منها قد كده انت قاعد مش مقتنع قوي دخل واحد هو تابعي بس طبعا انت ما تعرفش ان هو تابعي ايه ده انت لسه عندك الساعات دي انا عايز الساعة دي ده انا خدتها منك بايه بألف جنيه وكسبت فيها تسعة تلاف جنيه بعتها بعد كده الواحد بعشرة تلاف وكسبت فيها تسعة تلاف جنيه طبعا وانت واقف قدامي بدأت ايه الموضوع يلعب في دمائك فرح جايه هو ايه الشخص اللي تابعي دوت برضو اللي بيقيد الكلام بتاعي قال لي لا لا بعد يزنك انا عايز الساعة دي ده انا كسبت منها دي انا عايز اخد دي كمان فطبعا انت بابا ده الموضوع يلعب في دماغك اكتر شميعنا ده انا اللي جاي الاول ولي انا ما اخدش المصلحة دي ليه ما اشتريهاش انا بدأ لما هو ياخدها فبدأت تلعب في دماغك لغاية ما اشتريت الساعة انت هنا خدت الساعة نتيجة تدليس انت خدتها بقراطك وسلمتني الفلوس باردتك صح كده ولكن ارادة معيبة نتيجة التدليس اللي انا عملت عليك حصل مني تدليس واقناعتك ان انت تاخد الساعة نتيجة التدليس وفي الاخر طبعا انت خلي بالك انت اشتريت الساعة عشان هي فيها مكانة دهب انت لو انت تعرف انها مش دهب عمرك ما تدفع المبلغ ده فيها صح كده وعمرك ما تاخد الساعة دي انما انت اعتقدت بناء على الكلام بتاعي ان هي دهب فاشتريتها فهنا حصل تدليس عليك هنا بتسمى في النهاية جريمة ايه؟ نصب يبقى جريمة النصب بقى لما نبص على الشاشة هي استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس لحمل المجنة عليها على تسليمه مالا منقول مملوك لو او للغير خلي بالك برضو لازم جريمة النصب تقوم على المنقولات يعني انا هنصب عليك انها في ايه؟ في منقول زي ما احنا شايفين في التعريف تمام؟ طيب ارقان الجريمة جريمة النصب بتقوم على ركنين اللي احنا قلنا عليهم موجودين في كل الجرائب الركن المادي والركن الايه؟ المعنوي الركن المادي الفعلي اللي انا عملته اللي هو بقى الافعال اللي احنا نقولها كمان شوية بقى التدليس اللي انا عملته عليك دمر اتنين الركن المعنوي اللي انا عارف اللي انا كده بنصب وعارف ان انا كده بحتال عليك ومع ذلك اتجا تقردت ان انا ننصب واخد منك ايه؟ المال فيه بعد كده عناصر الركن المادي لجريمة النصب الركن المادي اللي هو الركن الاولاني لعنصرين واحد السلوك الإجرامي اتنين النتيجة الإجرامية تلاتة علاقة السببية عندي العناصر تلاتة السلوك الإجرامي الفعل اللي أنا عملته الفعل اللي هو التدليس اللي حصل عليك الكلام اللي أنا عادت أضحك عليك بيه وأقوله لك وأنت صدقته ده الفعل اتنين النتيجة النتيجة إن كل اللي أنا أقولت لك ده أنت صدقته وفعلا دفعتلي الفلوس وخدت الحاجة اللي أنا عايزة بيعانك يبا دي النتيجة اللي حصلت علاقة السببية عشان اقول جريمة نصب مكتملة لازم يكون التدليس اللي انا عملته عليك والكلام اللي انا قلت له في الاول هو اللي خليك تشتري الحاجة لو انا ما كنتش قلت الكلام او حصل كل الافعال دي مني ما كنتش انت هتشتري يبا هنا مش جريمة نصب انا عشان اقول جريمة نصب لازما كل الافعال اللي انا عملتها هي اللي خليتك تشتري الحاجة يعني كل الافعال اللي انا عملتها هي اللي حققت النتيجة اللي هي النتيجة النهائية ان انت دفعت لي الفلوس واخدت الحاجة لانا عايزة بقى لك نتيجة النصب اللي انا عملته يبقى انا كده عناصر ركن المد لجريمة النصب سلوك اجرامي نتيجة التي ترتب على هذا السلوك علاقة السببية بعد كده طرق او وسائل السلوك الاجرامي لجريمة النصب طرق السلوك الاجرامي في جريمة النصب او وسائل السلوك الاجرامي في جريمة النصب او لجريمة النصب عندي تلت طرق او تلت وسائل مهمين جدا هما على فكرة ذكروا في القانون على سبيل الحصر واحد استعمال طرق احتيالية وهنشرح طبعا ده كله بالتفصيل اتنين التصرف في مال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه تلاتة اتخاذ اسمه الكاذب او صفة غير صحيحة ناخدهم واحدة واحدة بقى الترق اللي احتلية عبارة عن ايه؟ هو كل الكاذب تدعمه مظاهر خارجية يكون من شانيه ايهام المجن عليه بأمر من الامور التي حددها القانون خلي بالك انا هنا بوهمك بشيء غير حقيقي عشان اخد منك الفلوس اللي معاك انت هنا تسلمني خلي بالك في السرقة انا باخد منك المال غزبا عنك في النصب انا مش باخد منك المال غزبا عنك ده انت اللي بتسلمهولي بنفسك بس نتيجة الايه؟ الاحتيال اللي انا عملته خلاص؟ طيب ايه الشروط الواجب توفرها للكولو بوجود وسائل احتلية؟ عشان اقول ان في وسائل احتلية انت شخص النصاب عملها عشان أقول الوسائل الاحتلالية دي موجودة هناك شروط زي الكذب يكون بيجذب تمام وطبعا سواء كان الكذب دوت شافوي أو مكتوب يعني ممكن ورقة عن طريق ورقة قدمها لك تباين مثلا أنا حاجة معينة بقولك اللي أنا حاجة معينة بديك مثلا الكارت بتاعة وقولك بص أنا حاجة كبيرة أو الكلام ده كله أو مثلا عن طريق الكلام اتنين المظاهر الخارجية وهنا عرفها كمان شوية زي مثلا جاي لك بقى إيه ببادلة فخمة أو النازم العربية فخمة جدا أو مثلا أنا عامل نفس أن أنا طبيب وأنا مش طبيب ولبس بلطه أبيض ونازم العربية وجايب اتنين معايا تابعي ولبسهم لبس مردين وكلام ده كله حان أوهمك دي اسمها مظاهر خارجية تلاتة الغاية من الطرق الاحتيارية أكيد طبعا الغاية اللي أنا بسعى لحاجة معينة من هذه الطرق اللي أنا بعملها يبشروا تلواجب توفرها عندي تلات حاجات كذب والمظاهر الخارجية والغاية من الطرق الاحتيارية الكذب جريمة النازم ده الأساسي هو الإدلاء بواقعة كذبة في صورة واقعة صحيحة يعني أنا بقول الإدلاء بواقعة كذبة أنا بكذب عشان أقول لك يعني هدف من كذب أن أنت تصدق أنا أخذ بالك كل اللي أنا بقوله كذب بس أنا بوصله لك على أساس نوع إيه حقيقة مش كذب اتنين أو تلاتة يستوفي الكذب أن يكون زي ما احنا قلنا من شوية شفويا أو بالكتابة أو بالإشارة طيب صور المظاهر الخارجية تاني حاجة عندي اللي هي المظاهر الخارجية زي إيه؟ تلات صور زي تدخل شخص آخر لتأييد مزاعم الجاني زي ما قلت لك من شوية واحد داخل قال لي إيه؟ إيه ده؟ الساعة دي أنا كنت أخذها منك قبل كده وبعتب ببلغ كبير أنا عايز الساعة دي الشخص التاني ده تبعي هو داخل يأكد المزاعم بتاعتي هو تبعي وفي اتفاق بينه وبينه تمام؟ وداخل بيأكد الكلام بتاعي عشان يوهم الشخص المجني عليه إن فعلا الموضوع ده حقيقي وإن أنا مثلا مش نصاب تلاتة أو اتنين القيام بأعمال مادية الأعمال المادية زي قلت لك نازل من العربية فخمة قوي لابس بلت وأبيض عامل مثلا جبتي شيء وحطيت عليها يفطت إن أنا دكتور كذا وجبتي كام سرير كده وجبتي البلت الأبيض وجبتي مثلا ممرضين معايا فطبعا أنت داخل عمرك ما تشك اللحظة إن أنا مش دكتور فالهدف منه إن أنا قمت هنا طبعا بأعمال مادية عشان أنصب عليك وأقدر أخليك تصدق إن أنا فعلا دكتور تلاتة الاستعانة بظروف قائمة أنا باستعين مثلا ممكن في حفلة خيرية معمولة فأقولك ده أنا منظم الحفلة والناس اللي قايمة بالحفلة دي محتاجين فلوس فأب جانبها كده وبالم إيه أكني بالم تبرعات وأنا أصلا ما ليش علاقة بالحفلة ولا ليه علاقة بالجامعية الخيرية ولا الكلام ده كله فأنا هنا استعانت بظروف إيه قائمة طيب فيه بعد كده غاية الطرق الإحتلالية غاية الطرق الإحتلالية عندي هنتكلم عن 6 نقط واحد الإهان بوجود مشروع كازب أنا بحاول أوهمك إن فيه مشروع كازب بس أنا بأوهمك إن أنا عندي شركة هتلي الفلوس بتاعتك بص أنا عندي عربية وعندي مش عارف أرض وعندي شاء وعندي كل ده أنا جبتهم في خلال سنة منين شغلت فلوسي في شركة معينة الشركة دي حطيت فيها 10 تلاف في خلال سنة خدت مليون جنيه جبت بيهم أرض وشاء تمام فأنت طبعا شايف فعلا فيه قدامك عربية وفيه قدامك أرض وفيه فيه أنت طبعا متعرفش إذا كانت هي ملكي ولا مش ملكي بس أنا عن ما لوهمك إن هي فعلا ملكي بركب العربية واروح الأرض واطلع الشاء فأنت دائما شايفني مثلا لمدة شهر فعلا بركب العربية وبروح الأرض وطلع الشاء وكلام ده كل فأنت توهمت فعلا إن أنا فعلا لما شغلت فلوسي في الشركة دي في خلال سنة حققت أرباح كبيرة جدا نمرة اتنين الإهام بوجود واقعة مزورة كان يوهم الجاني المجني عليه بأنه لدي القدر على تعيينه في إحدى الوظائف أنا حاجة كبيرة على فكرة هات للورا بتاعك أنا أشغلك في وظيفة معينة بس محتاج فلوسي شانا أشغلك أنا بقى وهم الشخص إن أنا ممكن أشغله في مكان معين عشان أنا لديه وضعي مثلا في المكان دوت تمام؟ كل اللي فيها أنا بوهمه عشان أخذ منه فلوس إن دي أنا الفلوس طبعا تلعت من الصابلة هشغله ولا أنا لديه علاقة أصلا بالوظيفة بس أنا وهمته بورقة معينة رقم ثلاثة إحداث الأمل بحصول ربح إيه؟ وهمي أي حمل المجني عليه على الاعتقاد بالنسبة فائدة كبيرة ستعود عليه من تصديق مزعم الإيه؟ الجاني أنا بص بلعب في دماغك كده عشان أخليك تصدق إن فعلا أنت هتحق أرباح ودي طبعا تبقى أرباح وهمية مش هتحصل أصلا رقم أربعة إحداث الأمل بتزديد المبلغ الذي أخذها بطريق الاحتيال زي مثلا ندي مثال لها أنا رحت عندي واحد أو واحدة مثلا رحت تشتري من واحد حاجة فأنتم عليش مش معاه الفلوس هاخد الحاجة وهسيب الود ابن الصغير ده معاك لغاية ما يجيب لك الفلوس طبعا البايع هنا متطمن ده سايب عائل ما بمين اللي هيسيب العائل بتاعه كده اللي بايعه والغاية ما يجيب الفلوس فأخذ الولد وخليه عنده واتضح في النهاية إن الولد ده أصلا مش ابنها فهي هنا أكدت يعني هي إيه عملت حركة تبايله إن هي هترجع الفلوس وهي في الآخر تلعب بتنصب عليه والولد أصلا مش ابنها فيه بعد كده رقم خمسة الإهام بوجود سنة دين غير صحيح إنت الفلوس دي بتاعتك إنت هتدفع الفلوس عايز تتطمن ورقة تثبت العربية دي بتاعتي أو العقد والعقد ده أصلا مزور مش حقيق ورقة أنا اللي عملها والإمضاءات اللي فيها غير حقيقة مزورة فأنا هنا برضو بوهمك اللي حاجة بتاعته هي أصلا مش بتاعت بس بحاول أقنعك رقم 6 إليهام بوجود سند مخالصة مزور إذا إنت عايز تتأكد يعني إن أنا ما منصورش عليك طيب هات الفلوس وأعمل لك أنا ورقة بخط إيدي كده وأختمها لك وي وي وخدها تثبت إن أنت فعلا تفعتي الفلوس وفي الآخر ممكن يبقى التوقيع اللي في الآخر دوت مش توقيعي ممكن أكون مغير الإمضة مغير طريقتي في الكتابة أو خليت واحد آخر يمضي مكاني وإنت تيجي بعد كده لما تعرف تنصب عليك ترفع دعوة لما حكما تقول لك مش إمضة الشخص تمام يبقى دول 6 طرق استخدمناهم ليسما غاية الطرق الإحتيالية كلمنا فيهم عن 6 طرق هنخش بعد كده على ثالث حاجة من طرق السلوك الإجرامي أو وسائل السلوك الإجرامي اللي هو التصرف في مال ليس ملكا للجاني ولا لا حق التصرف فيه طبعا أنا بتصرف فينا في مال ممكن أتصرف في مال مش ملكي تمام وماليش حق إن أنا أتصرف فيه بس لازم المشرع هنا اشترط في هذه الوسيلة شرطين أو في هذه الطريقة شرطين الشرط الأولين لازم أن يكون تصرف في عقار أو ما يكون ممكن أتصرف في عقار أو ما يكون ما فيش مشكلة يعني أنا أتصرف في الشيء أن يكون المال غير مملوك للجانب وليس له حق التصرف فيه خلي بالك الحاجة دي مش بتاعتي ومش ملك لا العقار بتاعي ولا المنقول بتاعي وأنا بتصرف فيهم على أساس النمو بتاعي يعني زي مثلا ممكن روح أقجر شقة واروح بعد كده أنصب على واحد وأقول له للشقة بتاعتي وهبيعالك وبعاله تمام؟ هنا طبعا جريمة نصب لأن أصلا الشقة مش بتاعتي مش ملكي فأنا هنا تصرفت في عقار ليس ملكي يبقى هنا طبعا حصلت جريمة النصب يبقى ده الشرط اللي هو بتاع التصرف أو الطريق التالت اللي هو التصرف في مال ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه فيه بعد كده يعني إيه كلمة أصلا تصرف؟ هو كل عمل قانونية ترتب عليه نقل الملكية بتصرف الحاجة يعني بنق الملكيتها مني شخص آخر سواء كان ذلك بالبيع أو بالمقايدة أو بالهبأ أي ما يكون الطريقة بس أنا هنا بتصرف المال يعني بنق الملكيته بدلا لما كانت تحت إيدي أنا بخلال شخص آخر فيه بعد كده اتخاذ الاسم الكاذب وديه التالت وسيلة من وسائل السلوك الإجرامي أو ترك السلوك الإجرامي اللي هو اتخاذ اسم الكاذب أو صفة غير صحيحة زي واحد بس رب بينسب لنفسه اسم مش اسمه تمام؟ زي مثلا واحد ده هو مش دكتور وجاب دكتور مشهور بس الناس مش عارفه شكليا عارفه اسميا بس وحط يفطى كده على عيادة بتاعته إنه هو الدكتور ده وهو أصلا مش الدكتور ده تمام؟ حط اسمه فقط لغير فهنا استعمل اسم الكاذب سواء بقى كان الاسم كامل أو حط اللقب بس أو حط الاسم الأولاني بس أو الاسم كامل مش هتفرق بالنسبة لنا هنا اسمها اتخاذ اسم كاذب دول كده كان بالنسبة ليه الترك السلوك الإجرامي وكده تعتبر خلصنا فيها الركن المادي لجريمة النسب فيه بعد كده الركن المعناوي لجريمة النسب ايه الركن المعناوي؟ الركن المعناوي حاجتين منصرين كده كده هخلي باك احنا قولنا في الركن المعناوي علم وقراضة يعني طب تلقائي على طول اول ما قول لك ركن المعناوي اللي هو القصد الجنائي بينقسم لحاجتين علم وقراضة إن أنا على علم بأرقان الجريمة ومع ذلك اتجت إرطي إن أنا أقوم بالجريمة فأنا على علمي بالاحتيال بتاعتك أنت أردت أن أخذ الفلوس بتاعتك طيب في بعد كده الشروع في النظم إيه الشروع في النظم خلي بقى إحنا في السيرة أقولنا هناك الشروع الجريمة ممكن تتم وممكن يبقى فيها شروع ما تتمش أم والنظم كذلك في شروع الجريمة ممكن أبدأ واحتل وأقول لك كل حاجة وأقنعك وإنت تديني الفلوس يبقى كده الجريمة تمت ممكن بقى أعمل كل هذي الأفعال يعني أقول كلام كتير وأحاول أوهمك وأعمل مزاعم كتير واحد يخش أكد الكلام بتاعي وفي الآخر أنت ما تتوهمش وفي الآخر برضو ما تتدينيش الفلوس وممكن برضو تتوهم وفي الآخر برضو ما تتدينيش فلوس لأي ظرف من الظروف حصلت هنا يبقى إسماء إيه شروع في النظم الشروع في النظم يتحقق الشروع في النظم إذا بدأ الجاني في تنفيذ الجريمة باستعمال إحدى الوسائل الإحتيالية قبل المجن عليه ولكنه لم يتمها لأسباب لدخل إردتوا إيه يبقى هنا الشروع في النظم هتحقق الشروع في النظم إذا بدأ الجاني في تنفيذ الجريمة باستعمال إحدى الوسائل الإحتيالية قبل المجن عليه ولكنه لم يتمها لأسباب لأدخل إردتوا فيها هو عمل كل حاجة بس في النهاية إيه ما تمتش وما كانش ليه سبب في عدم إتمامها يعني هو عمل كل حاجة وكان على أمل أن هي تم وفي الآخر ما تمتش لسبب ما يرجعش الشخص الجاني تمام؟ فيه بعد كده العقوبة بتاع الجريمة النظم إيه العقوبة بتاع الجريمة النظم إحنا قلنا في جريمة النصب التمة وفي جريمة الشروع في النصب يعني ممكن الجريمة التم وممكن يبقى فيه شروع وهناخد برضو العقوبة في حالة العود أولاً عقوبة جريمة النصب العقوبة بتاع جريمة النصب التمة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات حبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات دوت لو الجريمة تمت أما لو كان هناك شروع فيه جريمة النصبة الشروع هتبقى العقوبة بتاعتنا حبس لا يزيد عن سنة يعني لو الجريمة بدأت بس ما تمتش لسبب آخر لا يرجع لشخص الجاني هيبقى العقوبة بتاعت حبس لا يزيد عن سنة فيه بعد كده في حالة العود العود يعني إيه؟ يعني لو أنت خرجت من السجن وارتكبت الجريمة تاني يعني ما؟ معنات أن العقوبة معنات أن العقوبة الأولى ما أثرتش معك خالص وخرجت وارتكبت الجريمة تاني خرجت وارتكبت الجريمة تاني ده أنت كده يعني حد غير عادي فهنا هيبقى اسمها في حالة العود فالقانون قال في هذه الحالة هنحطه تحت مرأبة البوليس من سنة يعني سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر يبقى أنا بعد كده بحطه تحت مرأبة البوليس غير العقوبات اللي احنا أقول لها يعني هو مثلا ارتكب الجريمة تاني هياخد حبس من 24 ساعة لتلات سنين زائد أنه هو يتحط تحت مرأبة البوليس من سنة لسنتين دي في حالة العود وكده بكون العقوبة بتاع جريمة النص وطبعا كده أنه خلصنا جريمة السرقة وجريمة النص مراجعة بسيطة كده نعرفهم السرقة كنت أنا بختلص مال منقول مملوك للغير أهم حاجة أنه يكون مال منقول وليس عقار ولازم أن يكون ملك إيه الغير في النصب أنا كنت بستعمل وسائل نصبة أو وسائل احتيالية عشان أقدر أخذ منك الفلوس في السرقة كلمنا عن 3 أرقان قلنا ركن مدي وركن معنوي ومحل الجريمة وطيلك طالما قلت ركن مدي اللي هو الفعل أول ما قولك كلمة ركن مدي من غير حتى ما تيراه ولا تحفظها لو خدتها بالفهم هتقدر تحلها ركن مدي يعني الفعل افهم معنى الجريمة هتقدر تطلع منها الفعل فركن مدي الفعل اللي أنا عملته ففي جريم السرقة الفعل اللي أنا عملته اللي أنا اختلصت مال خدته من تحت إيد مالكه بدون إرادته بدون ما يكون هو موافق وخدنا المحل بتاع الجريمة في جريمة السرق المحل الجريمة اللي هو لازم أن يكون مال منقول وليس عقار وقلنا بيبنيها ثلاث شروط أصلا المحل أن يكون مال وأن يكون مال منقول وأن يكون مال منقول وأن يكون مملوك للغير يعني لازم أن يكون هذا المال ملك الغير مش ملك وخدنا طبعا الركن المعنوي اللي هو القصد الجناي اللي هو العلم والإرادة إننا على علم بأرقان الجريمة ومع ذلك اتجت إرادة الارتكاب الجريمة طيب في جريمة الناس بقولنا فيها ركنين فقط لغير اللي هو الركن المادي اللي هو الفعل اللي أنا عملته والركن المادي ده كان فيه ثلاث حاجات اللي هو السلوك اللي أنا قمت به والنتيجة وعلاقة السببية وتاني الركن فيه اللي هو الركن المعنوي وكده بتكون نهاية الحلقة بتاعتنا وإلى اللي كان آخر إن شاء الله في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته